نهاردة بقى عايز اقف كتير عند الكاب تنسامي ام صنع. تمام. استلم مهمة صعبة. اكيد. في ظرف انتكالي صعبة. تمام. نسبة نجاح على مستوى النتائج تفوق 90% لو اتعاملنا مع مباراة التعادل مع الزمالك انه كان ممكن يكسبها فرضا يعني وهي مباراة كمة يعني 50-50. انا مش هتفق معيك في 90% دي. اصلا انت شايف 100% لا انا شايف 150% لسبب. انا بس انا بقول على مستوى النتائج عشان انا على فاكرة انا زي رأيك انا بقول 150-1000% عشان هو استلم بص ظروف صعبة. بس انا مكتب على مستوى النتائج لو كنكسب كل مباراة كنهم 100% لو تعادل مباراة يبقى تسام في المية. لكن على مستوى الزروف اللي حركة هتحكي عنها دي. فطبعا. احنا في الناد الاهلي انت بتتعامل مع منظومة كبيرة وكيان كبير. والله يكون في قون كابتن سامي. صح. مدربين كبار. واجانب بيجوا يتعاملوا بيدخل منظومة دي بصعب التعامل عليها في كل الاجواء. الناد الاهلي مش فريق كرة قدم بس. الناد الاهلي فرقة ومنظ ومنظومة وإدارة وإعلامه وملفات كتير. انا كمدير فني بتعامل مع كل ده. عشان اصخر في النهاية الشكل اللي بيطلع لي في الملعب. تمام. عندي إعلامه وعند يعني حاجة كتير. وعند ضغط وعند ضغط جماعير طول الوقت. فانا يعني سامي استلم تركة كان في توقيت صعب جدا 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 جدا. هل هو قاعد ترميم التركة حاول وأجاد في حدود الإمكانيات. ما تغلبش. مباراة الزمالك. كان فيه لي وعليه. ولكن بعد الهدف الثاني أعاد التوازن بتغييرة منطقية. وإدري يرجع. وهي مباراة دايما خارج التوقعات. خمسين خمسين. تمام. وهي مباراة دايما خارج التوقعات. طبعا. تمام. النهاردة بيلاعي فرقة برضو من العيار التقيل. في كاس مصر بخروج المغلوب. يتعامل معنا المستوى التكتيجي بشكل رائع. احترم فريق. وحقق الهدف المطلوب منه. المكسب. وكمان ادى شكل النادي الأهلي. ان مش شرط النادي الأهلي يهاجم عشان يكسب. صح. أنا النهاردة لأ. أنا عندي مدافع بشكل كويس. منظم بشكل كويس. عندي قدرات هجومية باستغلها بشكل كويس. وده اللي عمله النهاردة واستفاد منه. النادي الأهلي. الشرط الأولاني. كرة سابتة جابها أجول. الشرط التاني. لعب وراء خط وسط نادي بيرامنز. اللي كان كله متقدم. فكان دايما بستلم في الحتة دي. ولو كان فيه هدوء شوية. الآخر تلت ساعة. كان النادي الأهلي كان ممكن يجيب جنيل تلاتة. لاندفاع بيرامنز. لعدم التمركز الجيد. النادي الأهلي التسعين ديها وقق بشكل كويس. منظم بشكل كويس. خطوته قريبة. لا. يتعامل مع الموقف بشكل رائع. وحقق المطلوب منه. وأكتر المطلوب منه طبعا. طيب. أنا بس عايز أحط في الاعتبار كمان إن مباراة غزة المحلة أو إستر مصر بالسانون. ممكن الناس يتعاملوا معنا على الورق. مباراة سهلة. طبعا. بس في الظروف اللي كان بيعادي بها الأهلي الفترة دي في إصابات عديدة وغيابات كثيرة. فالمباراة دي أنا بس عايز حرك تأكد إن هي مش بتبقى سهلة. عشان الناس بتبقى تصور. لا. هي مش مباراة سهلة أكيد. خاصة الفرق الزغارة دي المباراة دي ممكن تبقى أصعب من فرق برامز. فرق برامز نهرب يستحوازه. وبين الكرة وسيب لك مساحة. لا. المحلة واستر. لا. لا. وقفين بتكتل دفاعي. وعنده شراسة وعنده. لا. ممكن تكون أصعب من برامز والزمالك كمان يعني. يعني ممكن في بعض الأوقات المتشاط دي بتكون أصعب من المورات الكبيرة. خاصة لما بتكون عندك غيابات وعندك إصابات وعندك لعيبة مش جاهزة. يعسب للكابتل سامي برضو إنه حسام النهاردة بيسجل أول ما له حسام حسام. هو توفيق. يعني إيه؟ يعني إنت هنقول إيه؟ يعني لو حسام ما جابش الجونة النهاردة. كنت هتقول إنه مشكلة عنده حسام حسام. كنت هقول إنه حسام بعد كده صعب يشارك. لما تشوف الكرات اللي جات له. يعني هو سامي لما طلع شريف. ونزل حسام لإنه كان في التوقيت ده بيرامز كان كله مندفع. فسامي عاوز محطة عشان يطلع عليها. يعني شريف يتلاعب الكرة في مساحة فبيروح وش الجون. لما في بيرامز كان مندفع وفي الخطو. بقى عندك مساحات وإنت بتستلم ورا خط النص. فأنت عاوز حد قدامي. يستلم الكرة عشان يطلع الناس بقى اللي جاي من تحتك. اللي هص بقى فيه مساحات. فأعتقد الغرض الكبير من نزول حسام هو ده. ولكن حسام كل الكرات اللي جات له. عشان يستلمها ويطلع الناس يتعامل معها بشكل مش كويس. اه ده حقيق. انا قلت كده في النهاردة. انه سجل هدف وقبلها كان فيه كرتين صعبين جدا. يتعامل معها بشكل كويس. فهو الغرض اللي انت نزلت عشانه انت أصلا محققتوش. ولكن انت كافيروح. لما جات لها فرصة لأ جبته جواه. انا اقصد انه راجل كان بيمر بأزمة ثقة واضحة جدا مع عبيد سمو سماني. فهو واضح انه هو بيتعافى منها. اكيد. انه هدف النهاردة يخليه ربما يتعافى الفقر اللي جات. اه. لانه انا بقولك لولا الهدف ده النهاردة كان يبقى فيه على مدس. نهاردة فيه لقطة هو خارج من مواطس. على مدس تفاهم كتير على حسام. نهاردة هو خارج من مواطس فيه لقطة فيديو. هو بيقول انا تولدت النهاردة. ايوه. الراجل مضغوط. طبعا. مضغوط جدا. ايوه هو كان فقد الثقة والمدرب فقده الثقة لانه احنا اتكلمني هنا قبل كده. انا فاكر معاك. صح. هو ليه الراجل بيلعب شريف او يلعب بيرستاو او بيلعب طاهر. هو معتمد على فكرة واحدة بس فكرة الرأس حربة السريع اللي هيروح بوش لجون. بالظبط. انا فوقت من الاوقات كمدرب محتاج المحطة. تنوع. ان الراجل اللي استيلي مطلع علي لما يكون في مساعات. الكراطة العرضية عندي الراجل الشرس اللي بيلعب بتماوه. الناد الاهلي مكنتش او موسيماني مكنتش عاوز النوع ده من الفراو ده فكان موت الراجل. واضح انه الفلسفة قدت لتغيير الافكار دي يعني. فممكن ده يكون ميلاد جديد لحسام.